إخواني الأخت الكريمة قالت عندي أطفال أربعة وتتعامل مع أولاده بشكل غير صحيح تقول أنا على حال أصيح عليهم وكذا وبعدين تقول أنا أصلي بس عندي إحساس أن صلاتي غير مقبولة أقعد مع الناس يغتابون أحس أنه أنا مقصرة لنما أقدر أرد غيبتهم أو أنه إذا مكان أغنية وأنا أسمعها عدها إحساس دائما هي مقصرة هي مذنبة هي ما عليها حال ما ملتزمة والله سبحانه وتعالى ما يرضى عليها هذا إحساس عدها جوابي عليها جوابي عليها الأخت وعلى مثيلاتها أختي الكريمة شوفي علينا أن نقوم بما اسمعي جيدا علينا أن نقوم بما يمكن لنا القيام به يعني شنو الله ما كلفنا أكثر من طاقتنا أنا علي أن أصلي وشروط الصلاة أهيئها بس الله يقبلها وما يقبلها هذا يم الله وأنا لا أبقى ها الله قبلها لو ما قبلها ليش ما قبلها وأبقى أبقى لا أنت عليك أن تصلي بالأحكام الصحيحة والشروط الصحيحة للصلاة وضوء تكون صحيح قراتيك حجابيك وأله يقبله هو يم أما تبقين أنت تقلقين أنه ها رب العالمي قبل لولا وشلون وآن شلون وراح أتعذب هذا ليس صحيحا هذا وسوسة ويسبب لك كآبة يسبب لك مشكلة بحياتك والآن تواقع فيه حالة عدم الراحة عدم الهدوء عدم الإحساس بالأمن هذا مو صحيح تقول غيبة خصوات الغيبة لو تقومين من مجلس قوم من مجلس روحي لو أنه شنو ما تقدرني تريدين الغيبة غيبة استغفر الله وخلاص أكثر من هذا لا تأذين نفس الشياب أنتي لأنه الدخول في هذا العالم عالم التقصير عالم عدم القبول عدم أني مرفوض ومغضوب من قبل الله هذا ليس صحيح هذا ليس صحيح اشتركوا في القناة